ده كان الكابتن شكري الخطوية المدير الفاني التونسي لأبو سليم الليبي ناس واضحة وبسيطة وبتقدر النجوم وبتقدر الاندر الكبير وبتكلم على امكانياته حاجة جميلة وعنده اعتقد ناس صورة في السن كمان او بيعمل فرقة وبيلعبر ارضه لكن هو الميزة الوحيدة بيقولك انا بلعب الزمالك وانا انا كويسة انا خسرت من زمالك اتنين ويتمنى الشفاء اللي زيزه وبالكلام على شيكبال لا يعني فيه تقدير المنافس وده حاجة من حاجات الفرصية لكن حاجة جميلة حضرك في البداية في بداية كلام حضرك فنيا انتكلمت على ناس المانسي وجود ناس المانسي وده النهاردة على الارض الواقع بان بشكل مميز جدا طب انا ما سأل لأسرال حضرك المهاجم انت تقيمه ازاي بهدافه اكيد حتى لو لعب قليل بيجيب اهداف لكن ده اصلا من قبل ما يجي الزمالك عنده ملكة هو هدف فطري بس طبعا طبعا فلازم ياخد كتير يعني حتى مع سيف الجزيرة وكل حاجة لكن لازم ياخد كتير لو تفتكر في حلقة من الحلقات مع بعض قلت ناس المانسي لازم رأس حربة صريح اوباما بلعبه في بعض الاوقات لكن ده مش مكانه الطبيعي المفروض يدي الفرصة لمدافع صريحة هو والجزيرة اكيد طبعا حتى اعتقد سوري كان بلعب الاتنين واحد ينزل تحت لكن مش واضح او بالنسبة للزمالك يعني الزمالك ما عارفش يلعب رصين حربة بس يازم يلعب ثلاثة فاذا كان واحد ينزل تحت هتشيل اوباما لا اوباما في حدة دي من احسن ناس الموجودة في ناصر لكن ناصر كملك التهديف بتاعته بتاعته بفكرنا بحبير عب حمي بس هوني زمال لو تفتكر فيه اي فيه ناس خلاص او متخش 18 تجيب جون او بتعرف تجيب جون يعني هو حتى ضيع واحدة مع اوباما يعني اعتقد انه لسه غدبات بين دم عليها بيلافت نظرك النهاردة من لابة الزمالك والله فيه ناس كتير يعني انا بس يهمني الاول ان زيزو كان في حالته قبل ما يصاب ان شاء الله يرجع بالسلامة وعمر جابر ان شاء الله يبقى متواجد في مبارات السوبر عن طبعا زمالي في الاعداد عن لسان الدكتور محمد اسامة متواجد ان شاء الله يوم 8 مارس في المملكة العربية السعودية في مبارات نائي كأس مصر امام النادي القليل متواجد ان شاء الله هو مارش الدخلية اعتقد مش هلح مش مهم الدخل وبعد كده ان شاء الله يكون في 8 مارس لكن في لعبة النهاردة كانت كلها فائقة يعني مثلا دروق جاي من فترة كبيرة ما بلعبش لعبة النهاردة كويس اوباما نفس الشيء عندك زيزو قبل ما يمشي مصطفى شالب ابتدى كان الراجل كان الراجل بيشتيكي منه ان هو بيتمرن مش عارف ايه بتاعه بس النهاردة لا واضح ان هو خلاص بقى جاهز او شبه جاهز شيكا لما نزل اه عايز اقول لك امه سلوسي يعني خلاص بقت شهدت مجروحة فيه على طول كويس في بداية وكان فيه تعصر وكان فيه طالبة منه يمشي وما يتكملش معادة زمان انت جيبت واحد عادة 6 شهر ما يتمرنش يا محمد زاد وازدنه اللي يقرب بالدنية والفكرية والمهنية مش عايف ايه ايه كل حاجات دي مش موجودة فمن ابتدى ياخد ويلعب اتجرب في البكرية لعب كويس سير دي باك لعب كويس فدي حاجة كويسة ومن احسن ناس الموجودة دلوقتي ناصر مهر يكمل الفترة الجاية ولا يبقى فيه تنافس بينه بين سيف الجزيري على رأس الحربة الصريحة هو هكوه فيه منافسة ومدى في صالح الفرقة بس الجاهز الجاهز انا عايز اقولك الجاهز اللي يعرف يجيب الجوال خلي بالك هنرجع للشخصية لأ الاتنين عندهم شخصية وليعب ضد الجماهير كتير لكن اللي بيجيب الجوان هو ده اللي تلعبه لان هو بمعنى ده فايق الكرة ماشية معاه تفهمني؟ فهو ده انت محتاجه مش شرط ان هو ما تيجي مسلا تلعبه ماتش الاهلي ممكن يبقى وحش بس ممكن يجيب لك الجوال فالحيط ده لازل تلعب عليها مازال الحديث مستمرع على النادي الاهلي ولكن باع ضال فاصل ايوه ايوه